أسير يبيع إعلانا فكيف يتصرف المسلمون إزال هذا الأسير والآن ما يزيد عن سبعة آلاف أسير في سجود الاحتلال والجواب يتوجب على المسلمين العمل الجاد بمختلف الأسالي حتى يحرروا الوصر من أسره وهناك الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحف المسلمين على فكاك الأسر فيقول عز وجل وإن استنصرونكم في الدين فعليكم المصر ويقول عليه الصلاة والسلام فكك العاني وأطعم الجاة وعوب مريم وفكاك العاني أي تحرير الأسير ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث النبوي الشريف آخر المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحضره ولا يحضره والفتلان هو ترك الإعانة والمصر هذا هو ديننا الإسلامي العظيم والحمد لله والحمد لله على نعمك الإسلام صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يحضرون المسلمين ولا ينصرونها فيقول عليه الصلاة والسلام ما من يحضره ما من يحضر الله لأن تقبن من الظالم في عاجله وعاجله ولأن تقبن من من رأى مطلوما فقدر أن ينصر فلم ينصر وفي رواية فلم يعمل وفي حديث النبوي الشريف الثالث من عذل عند قبل فلم ينصر وهو يقدر أن ينصره أذانه الله عز وجل على رؤوس الخلايا فهذه الأحديث النبوي الشريف صريحة وراضحها في مدوب النصر وتعرير كردان هذا هو ديني الإسلام العظيم والحمد لله على علاقة الإسلام وهذا ما دعا بالخليفة العباسي المعتصد في الله أن يجيش الفنوش من أجل إنقاض إمرأة واحدة فقط وقعت في الأسر نعم إنه لم أعتصم بالله فأجر الله على أن يجيش الفنوش والمصر والتنكين أيها السمون أيها الرابطون في طريق الإسلام والإعراض إننا نبارك إننا نبارك صفتك لأجل الأسر وسبق أن طالبنا في الجلس في مرأة فهي مشروعة ومن حق الأسر أن يتعرروا من أسره لكن المماطمة كانت من الجانب الإسرائيلي بهدف أن يفرض سلوطه في ميضوع أجل أما لأن الصفت قد أعلم إنها فنحن نطالب بالتنفيذ وعدم التراجع نهنم أهالي الأسر كما نهنم أنفسنا ونسأل الله عز وجل أن يحرر أسائر أسر وأن ينعموا بالعيش مع عائلاتهم وأولادهم بحرية وطرحنا جاء في الحديث النبوي الشديد من جهز أسر في سبيل الله فقط مزادا ومن حالها أسر في أرده فقط مزادا صدق رسول الله صوت الله عليه وسلم ادعو الله وأنهم نغفرون في الإجابة وصلاقهم جنازمين إلى اليوم يومين اللهم صل على شهدنا محمد وعلى شهدنا محمد كما صلت على شهدنا وعلى شهدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى شهدنا محمد كما بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الحالم الذي ينك الحديث المجيد أيها المسلمون أيها المصدور بعد أيام المدارك تبدأ القوافر حجاج بيت الله الحرام بالتوافد اتباعا شطر الديار حجازي إنهم يتوجهون من بلاد المباركة المقدسة إلى بلاد المباركة المقدسة من بيك المقدس وأكلاف بيك المقدس إلى مكة المكرمة والمدينة من الله إن ضيوف الرحمن يتطلعون سلساً إلى الكعب المخرق وتأخو قلوبهم لزيارة قبر رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فنقول لمن مني أداء الأدل هذا العام صحبتكم السلامة نودعكم على بركة الله أوصلوا السلامة من فلسطين من بيت المقرس من المنزد الأقصى المبارك إلى رسولنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل الصلاة ونسأله عز وجل لكم وليهين الحجاج أي في الله الحرام حجاً مطوراً وسحياً مستوراً وذنباً مطوراً وتجاراً قبور وأنت عمّوا إلى ديانكم سابعين ذلك الإنشاء الله أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون إن موضوع الحجب لا يشغلنا عن متابعة موضوع يتعلق بالقدار العنصري الإجرامي إنها مرامة من حيئة الأمم تخطط لتعويض الأهالي عن المراضي التي اتصبت أثناء إقامة التدار العنصري كما هو معلوم أن أخذ أي تعويض هو أترار بمشروحية الكدار وأن الذين يفكرون في أخذ التعويض عن قراض المتصب والتي سُدر إنما يفعون لسياسة الأمر الواضع بأن الأرض سُدرت ولم تعود له مستغفلا ولم يفكر هذا الأرض بأن الأرض هي أيمان لديك لأن أرض فلسطين هي خراجية وقية ولا يملك المواطن سوى من فع أما رفرة الأرض فهي لجميع المسلمين في أعجاء المعمورة إلى يوم القيامة وعليه فإن أخذ التعويض أو الصنصرة من هيئة الأمر أو من غيرها هو خيانة للأمان لأن التعويض يرغض بيعاً وهو يعامل المحتل مثل المواطنين المسلمين وهو خلوج عن جماعة المسلمين هذا وقد سبق أن صدرت شكوى شرعية في الثلاثين من القرن الماضي عام ١٩٣٤ يحرم البيع كما يحرم السمسرة وقد وضع الفتوى الشرعية على هذه الفتوى حين أن علماء مصطين قاطبتها وأيدها علماء مصر الشريف وعلماء النجف بالحرار وعلماء الحرق واليوم وحرق في العالم الإسلامي وقد تضمنت نتوى الشرعية عيقاً بأن الباء أو السمسرة لا يغسل ولا يغفن ولا يغفن ولا يغفن ولا يغفن في مقابل المسلمين حين وفاقه ويهتم كل من يصلي على الباء أو السمسرة ونقول لمن خدر أرض ستعود القرض عادلاً أو آدلاً ما دمت أيها المسلم متمسكاً بحقك غير مفرة لها والحق لن يقيم ولن يموت أيها المسلم يا أبناء أرض الإسرائيل إن حقنا في فيد فلسطين واضح ودوح الشمس في راضعة النهار كيف لا والحق هو طبط لقرار الغرباني من فوق سرس سماوات فلا يحق هذا الحق للتنازل ولا للتفاوض ولا للنساوة ولا للتفاوض ولا للتفاوض ولا للتعويض إنه حق أبلد حق قوائم حق دائم حق طويل حق مستمر حق لن يستطر حق لن يضيع ما دانا راه مقالب مثل ما طال الزمان وتوالد الأجياء والله قالب لكل عمر ولكن أكثر البال لا يعينا من صدق الله الرحيم أيها المسلمون الساعة المتساعة استشابك فأمنوا من بعد اللهم آمنا في أعطاننا وفرق الكربعنا وعرقنا من آداننا اللهم احرقنا سنة الأقصى من كل سوء اللهم هي من يوحد المسلمين ويحرق حد وصلاح الدين اللهم ارحم سهداءنا وشافي مرحانا وأطلق صراحة أصانا اللهم آتن في سنة تقواها وزكها أن تفين من زنانا اللهم يا عيوان يا أمل الحائرين ويا يصيصي مستضافين نتعوك بكل يديد على أشعر المسلمين من حق ومصر القدير اللهم إنا نعرف كوبة المصرحة كوبة الرحلة المماء وراحة الرحلة المماء ورحمة الرحلة الرحلة المماء اللهم صل الإسلام والمصرين وأعلم شك كلمة الحق والثوين اللهم أفعله ومنين والمونا الأحيان من الله وأطلق الصلاة من الله شكرا